كشفت قناة فرونس فانتكات أن اللاعبين رايان أيتنوري وحسام عوار قرر تحويل جنسيتهم الرياضية والالتحق بصفة رسمية بالخضر بعد توقعهما على طلب تغيير للجنسية الرياضية والذي حولته الفوف للفيفا في انتظار الحصول على موافقة هيئة انفانتينو كما أضف المصدر أن الثنائي قد دخل خلال الأسابيع الماضية في اتصالات مع رئيس الفوف جهيد زفيزف وبعدها بالنخب الوطني جمال بالماضي ويذكر أن الظاهر الأيسر لفريق والفرهامتون الإنجليزي أيتنوري يملك 17 مشاركة مع فرنسا في كل الأصناف مع داء المنتخب الأول بينما يملك متوسط ميدان فريق أولمبيكليون حسام عوار 17 مشاركة مع كل الأصناف ومشاركة وحيدة مع المنتخب الأول الفرنسي